زمن مليان فيروسات ومتحورات فبالتالي أهمية الجهاز المناعي زادت جداً عند ناس كتير بما فيهم الناس اللي ما كانتش عندها القدر الكافي من الوعي قبل كده فعايزين نتكلم بشكل عام وبعد كده ندخل في التفاصيل إزاي الواحد يحافظ على صحته بشكل عام وجهازه المناعي بصفة خاصة الواحد يحافظ على صحته أنه أولاً يحاول يبقى عن التواطر العصبي طول وقت أقول التواطر العصبي والضغط النفسي أساس أمراض كتيرة جداً المشاكل النفسية بتتقلب بعد كده الأمراض عضوية لازم نشرب مياه كويس قوي لازم ناكل أكل فيه فيتامينات ومعادن ونبتعد عن مدمرات الصحة من السكريات الكتير معدل السكر يبقى ليه مونتر قوي جداً في اليوم ما نزيدش عنه الزيوت المهدرجة اللي منحمر بيها مرة واثنين وثلاثة دي مصيبة الزيت بتحمر بيه مرة واحدة بس عشان ما نعملش على أكسادة الخلايا أكسادة الخلايا يعني تعجيز الخلايا بدري بدري وموتها بدري بدري إن احنا ننام كويس ننام بالليل الصبح ده للشغل بالليل للنوم معروفة عشان بالليل هو اللي بيعمل الجسم بيحصله وإزالة السموم من الجسم والتوليد الخلايا المناعية بيبقى بالليل حاجات كتيرة جداً جداً ونمتنى عن التدخين أو نقلل منه بقدر الإمكان ونمتنى عن الإفراط في الكحليات لو حد بياخد كحليات طبعاً كل الحاجات دي مدمرات الصحة مليون في المية ده مهم قوي نعمله والأكل بتاعنا عشان نحسن التمثيل الغذائي التمثيل الغذائي مهم طول ما فيه تمثيل غذائي فيه حياة مافيش تمثيل غذائي مافيش حياة التمثيل الغذائي مهم للنشاط والحركة جداً لكن دي حاجة اسمها الطاقة عارفينها فيه طاقات خفية مهمة جداً لها سرعة التمثيل الغذائي زي الطاقات الخفية الطاقات الخفية التنفس عايز سعرات حرية ناس كتير فاكرة أن احنا منتنفس كده سهل ده دي معادلات وقصص النمو بتاعنا محتاج تمثيل غذائي زبط الهرمونات في الجسم دي كلها تقاط خفية احنا ما منحسش بهرموناتنا محتاجين تمثيل غذائي معالجة الطعام الناس فاكرة ان احنا منأكل ونهضم دي حاجة صعبة جدا موضوع هضم الطعام وامتصاصه وتخزينه كل ده محتاجين في تمثيل غذائي بالنسبة للمناعة بالاخص لازم ندعم منعاتنا المناعة هو خط الدفاع الاول لمحاربة اي فيروس موجود حوالينا نقص المناعة هيحصل ان نخش في عدوات كتيرة جدا المناعة مهمة عشان نقدر ندافع عن بجسمنا عن الفيروس والبكتيريا مش لازم فيروس ممكن مثلا مننزل لأكل مش شارع كتير لو اكل مش نضيف بتلاقي على طول استجابة الجهاز المناعي اول ما تاكل حاجة مش نضيف بترجع ده ان المناعة بتاعتك شغالة كويس لو جالي فيروس في الجهاز التنفسي هتلاقي بلغم كحة كحة الكحة دي بتطرد البكتيريا وبتطرد الفيروس تطرد الجرسيم البلغم أو السنيزي سبحان الله يعني دي وسائل دفاع ربانية كل دي وسائل دفاع ربانية فلازم ان احنا نعزز جهازنا المناعة يا كريم اكيد اكيد حلو